مرحبا كيفك أخوي هاني؟ أخوي في عندي سؤال بتمنى تجاوبني عليه هلا بالبداية أنا اخترت أنه مجال عملي مجال حياتي يعني يكون بمجال الديجتال ماركتينك مجال التصويق الإلكتروني ولكن المشكلة اللي بتواجهني أنه لا أعلم من وين أول خطوة أبدأ فيها هلا أنا اوكي دخلت مثلا على مواقع مثل يوديمي كل المواقع اوكي في عليها دورات ديجتال ماركتينك ولكن مش عارف أنه هل أنه من هون البداية بتكون من الديجتال ماركتينك ولا الأفضل أنه أول أتعلم شغلات بالماركتينك نفسه يعني بالتصويق نفسه يعني كل الدورات اللي شفتها بمواقع مثل يوديمي تبدأ معك مثلا من الفيسبوك ماركتينك يوتيوب وغيرها بس هل أنه صح هيك البداية ولا الأفضل بالبداية الشخص يتعلم شغلات بالتصويق نفسه بمفهوم التصويق بعدها ينتقل لتصويق الإلكتروني ياري تتجاوبني يعني بشكل اللي خليني أعرف وين أول خطوة شكرا جزيلا سؤال 223 في أسك هاني من هانيحسين دوتكم أشكرك حبيب قلبي على سؤالك طيب الآن السؤال اللي انت حكيته هو فعلا هو فعلا ما يسبب التشتت للممتدين يعني طريقة التفكير اللي انت حكيتها هي اللي بتسبب التشتت هي اللي بتخلي الناس تتغير من مكان لمكان 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 إذا شافت كورس بتروح عليه إذا شافت كورس تاني بتروح عليه إذا سمعت طريقة واحد باليوتيوب بقولك 24 دولار تروح تشوفه تشوفه أيه لمجرد أنك شفت الفيديو اعرف أنك تم وتشتت لأنك تمشعار شو تعمل وبالتالي واحد بيقولك هذا الموقع يربحني 20 دولار يوميا بتروح تفتح عليه إذا انت في وضع لا يحسد عليه بصراحة طيب خليني أحكي لك إياها الفكرة مثل ما بفكرها أنا بكل إشي بحياتي هلأ كل إشي في الدنيا البيزنس أونلاين أيضا اعتبروا بلوك بلوكات فوق بعض هلأ مشكلة المبتدئين مشكلة الناس اللي بتشتتوا إنهم فقط بيطلعوا على البلوك العلوي اللي هو أعلى إشي اللي هي أنا بسميها المهارات بس فتلاقي الناس أنا بدي أشوف إيش آخر استراتيجية في إعلانات الفيسبوك بدي أشوف كيف هذا الزلم يعرف يعمل قناة يوتيوب ويشترك فيها بدي أشوف كيف أعمل إعلانات بينج بدي أشوف جوجل آدورد كيف ممكن أضحك عليهم وأربح بدي أشوف فهمين علي الناس بتطلعوا علي فوق وبس وبالتالي هون بيجي التشتت لأنك حتجرب إعلانات الفيسبوك لأنه فيش عندك البلوكات الأساسية الموجودة تحت اللي هو إعلانات الفيسبوك تبنى عليها يعني هي موجودة فوقيها فهي الأساس لأنك مش عامل صح ومش دارس الأمور اللي تحت هاي فمش حينجح معك فبتروع على التأغيره على غيره على غيره على غيره على غيره والله عندك أشتغل طبيب طب ماشي طبيب إيش يعني يعني حدد إنت طبيب عام ولا طبيب أسنان ولا طبيب نساء ولا طبيب أطفال طبيب إيش بالضبط اللي بدك إياه فلازم تحدد بالضبط أنت بدك تشتغل ديجيتال ماركتينج في إيش؟ ليش؟ بأي أسلوب بأي طريق إيش اللي بدك تشتغله بالضبط؟ إيش اللي بدك تكونه؟ إنت أقول لحالك أنا بدأت ديجيتال ماركتينج بعد خمس سنين إيش حكون؟ حكون إيش؟ هل إنت الشخص الديجيتال ماركتر اللي بتسوق للشركات؟ ولا إنت الديجيتال ماركتر اللي عندك مشاريعك؟ ولا إنت الديجيتال ماركتر اللي بده يعمل أدرب وأهرب؟ بدي بسرعة بسرعة أعمل حركة أجيب فلوس حركة ثانية أجيب فلوس حركة إيش بدك تكون؟ إيش هو وضعك؟ انت مين بالضبط فهذا اللي لازم تفكر فيه انت ايش اللي بدك اياه ايش اللي بدك اياه يعني بالنهاية ايش بدك تكون فهو هون المشكلة ما تطلع لي على المهارات ما تقول لي يوديمي وفيه كورسات يوتيوب وكذا ماشي انت يوتيوب هتعملوا مع ايش الناس اللي بتدور على طريقة تتعلمها عمره ما بنجحه ممكن يجيب فلوس بس عمره ما بنجح لانه بيدور على طريقة بيدور على واحد يقول له تعال اعمل واحد اتنين ثلاث صار عندك كذا اعمل كذا اعمل كذا بتربح فلوس هذا مش بيزنس هذا مش نجاح ابدا طالما انت بتقول بدك تكون شغل حياتك والاشي المهتم فيه هو الديجيطال ماركتينج وهذا بدك اياه شغلك ما لازم تفكر هيك فكر بالضبط انت ايش بدك تكون تمام هل بدك تكون ديجيطال ماركتينج للشركات خلص هو هذا الفيلت تبعك هذا هو المجال مش ديجيطال ماركتينج لا هو مجالك انك انت بدك تكون ديجيطال ماركتر للشركات انت عندك ايجنسي لوحدك او معك اثنين ثلاث مثلا زي ما بدك وتعمل اشياء تسويقية تفيد الشركات خلص هو هذا المجال تبعك فهون بدك تركز انت هون بدأت النقطة الاولى اللي هي التحديد ايش اللي بدك اياه هذا الاساس اللي انا بتكلم عنه تمام طيب الان بتجي تطلع هل ابدأ الان في المهارات طبعا لا بدك تطلع على ايش الاساسيات تبعت هذا المجال هذا الاسلوب اللي انت اخترته اسلوب العمل انا دايما كثير في الموقع عندي لو شفته بتكلم عن اسلوب العمل لازم تقرر ايش اسلوب عملك بدك تبدأه فتطلع على اساسيات هذا الاسلوب صح ايش الاساسيات طبعا انا ضروري جدا اني اقنع الشركات اولا انه تشتغل معي فهذا اساس ضروري جدا اكون عارف اساسيات الديجتال ماركتنج والتسويق اللي هو في الجامعات مالوش دعوة في اللي احنا بنعمله انسى انسى ما تروح تدرس مصطلح التسويق ماذا يعني ومش عارف ايش والله التسويق الاكاديمي اللي له انواق انسى انسى العملي مختلف عن نظري انا برأيي ما تقرأ اشي عن التسويق كاصلاحا كاكاديميا انسى الاكاديمي انساه حطه على جنب هيك على الفاضي كله تمام انا عمري ما درس تسويق واتحدى باي واحد عمليا يعمل تسويق يعني واحد يقول لي انا باعرف تسويق وانا بشتغل تسويق عشر سنين اتحدى انه يسوق منتج اونلاين زيه مفيش تمام اوكي وطبعا اعود للم التكبر انا مش بحكيه تكبر بس بدي اباين لك انه انسى موضوع ادرس تسويق انسى مش هيك اوكي الان بعد ما تقرر انت اسلوب عملك او المجال اللي انت بدك تكون فيه وبعدين تحكي لحالك انا ايش بدي ايش الاساسيات تبعته طبعا بمنطقيا انت هتمسك وراء وقلم وفعلا هتعرف تكتب يعني مثلا مجالك بدك تعمل مواقع انت مثلا زيي انا بحب المواقع فتقول لحالك انا مجالي الديجتال ماركتنج اللي بدي فعلا اتخصص فيه بدي اعمل مشاريع الي مواقع وهي المواقع اربح منها صح اذا من الاساس انه لازم اعرف اعمل موقع لازم اعرف ايش يعني استضافة لازم اعرف ورد بريس لازم يكون معي بجت كذا طيب بعدين بعد هيك لازم اعرف اخطار سوء كويس لازم مش عارف ايش تبدأ الان في المهارات الان لما تعرف المهارات انا بدي تصدر في جوجل اذا لازم اتعلم SEO هاي مهارة طيب انا بدي احط اعلانات اذا لازم اعلم اعلان فيسبوك هاي مهارة اذا انا بدي مثلا انا شاطر بالفيديو يوتيوب وما عندي مشكلة ان اعمل فيديوهات يوتيوب بشكل دوري اذا بدي اتعلم كيف اطلع الكاميرا واشتري معدات الكاميرا واعمل قناة يوتيوب وهاي برضو مهارة المهارات اخر اشي بتفكر فيها ما تروع على يوديمي وتشتري كورس وانت ما عندك الاساس الاساس اللي هو انت مش عارف اسلوبك مش عارف ايش بيحتاج وتبدأ في المهارة وتنسى الاساس فهمين عالمين ذكرين البلوكس ابني البلوك الاول اعرف شو هم البلوك الاول بعدين حط المهارات الصح هذا بيسمح لك انك ما تشتت ابدا انا عارف ومقرر اني بدي اعمل فانيلز اذا مش هروح اتعلم مهارة اليوتيوب شو دخل اليوتيوب بالموضوع الا لو انا بدي اعمل اعنات يوتيوب عشان ادخلها بالفانيل اوكي بتعلمها لكن انا ما بدي اعمل هيك ليش اتعلم يوتيوب ليش اتعلم اعمل قناة يوتيوب واقعد مسلا ساعتين اتعلم كيف افتح قناة واعملها مونيطا ليه صح ليه اتعلم المواقع وكيف ابني مواقع وكيف اعمل كيف اكتب محتوى واتعلم الهيدلاين كيف اكتب هيدلاين يجد بالناء ليه ما انا بدي اعمل فانيل مش هعمل مواقع فاهم علي الناس مشكلتها انه بده تتعلم كل المهارات مع انهم مش شغلين في ولا واحد منها يعني مفاهمين علي فهي هاي الفكرة الفكرة انك انت اعرف اسلوبك اعرف البلوكس الاساسيات الموجودات اعرف اسلوبك اعرف ايش بيحتاج من مال من خبرة من مهارات بعدين المهارات اللي فعلا حتخليك توصل بسرعة هي اللي تعلمها بس اوكي انت بدك تشتغل باسلوب مثلا اليميل ماركتنج مش ضروري ابدا انك تتعلم يوتيوب ابدا خلص انت تعلم كوبي رايتنج هاي مهارة مناسبة مع اليميل ماركتنج اتعلم كيف تكتب هيدلاين كويس اتعلم اوتوريسبوندر كيف تستخدمه بشكل رهيب اتعلم تعمل اوتوميشن تحط اللينكات وتحط مش عارف ايش اتعلم تراكينج كيف تتبع هاي اليميلات واللينكات اتعلم جوجل اناليتكس عشان تتبع لما الناس يعملوا كليك من اليميل يفوتوا على الصفحة ايش عملو هاي مهارات ستساعدك انك تنجح بهذا الاسلوب وهذا المجال فاهم علي فهونا مشكلة الناس مشكلة الناس انه يا هاني شفنا دورت كيف هي بيع موقع ادسنس وانا بفعلا بدي اشترك فيها وابدأ فيها واعمل فيها هل ممكن تعطيني كورس جوجل ادورد ايش دخل هاي فيهاي يعني هاي المهارة ما علاقتها بهاي الدورة ما لاش علاقة بس الناس بعتولي هيك فاهم علي الناس بدهم كل المهارات حتى لو مش مناسبة لهم هل انت بتعتقد انه انا مثلا اعود لما كلمة انا اني انا متعلم كل مهارات ديجتل ماركتينج لا طبعا لا أنا حتى الآن لا أعرف كيف أعمل فيديو على اليوتيوب ما بعرف يعني عمري ما جربت أعملها معيني حاليا بتدرب وبقالي فترة شهرين ثلاثة أربعة بتدرب أعمل عشان بدي أعملها إن شاء الله لكن أنا فعلا ما بعرف أعمل فيديو يوتيوب على الكاميرا وأسويه وأجهز وأعمله منتاج ما بعرف معيني هاي عند الناس الآخرين في أسليب أخرى رائعة ومهارة مهمة جدا ولازم عشان أربح فلوس إن فعلا أتعلم أعمل منتاجي كويس وفيديو يوتيوبي كويس بس بالنسبة إلي لأ فعلشان ما أطور عليكم أكتر إنت فقط اللي بدك تفكر فيه هو أنا بالضبط إيش بدي أعمل إيش أسلوبي اللي أنا بدي أشتغل المناسب إلي إيش يعني مناسب إلي يعني مناسب لفلوسي مناسب لوقتي مناسب لشخصيتي أنا ما بعصب وأنا بعمله أنا تمام ممتاز مع الأسلوب هذا مثلا بيحتاج وقت أنا عندي وقت الأسلوب هذا بيحتاج صبر أنا عندي صبر الأسلوب هذا مثلا مش محتاج بدتي كتير مناسب الأسلوب هذا بيحتاج فلوس كتير أنا معاي فلوس كتير بدك تختار أسلوب مناسب إليك بعدين ببساطة تمسك ورقة وقلم وتكتب الأساسيات تبعته إيش اللي لازم تعرفوا فيه إيش بيحتاج من مهارات وتبدأ تكتب هاي المهارات المناسبة إلك واللي بتخلي الأسلوب يتطور مش أي مهارة وبس بعدين هيك عارف بالضبط اللي تتعلمه خلص أنا لازم أتعلم سي او أنا لازم أتعلم أكتب مقالة تزدب الناس يعملوا لها مشاركة أنا لازم أتعلم إعلانات فيسبوك أنا لازم أتعلم كذا خلص هدول اللي تتعلمهم بس ما تروح على يوديمي وهم هدول اللي تتعلمهم تتعلمهم فريد تتعلمهم بيد انت حر مع أنه البيد من واحد متخصص طبعا حيوفر عليك كتير وقت بس يعني انت حر المهم هدول اللي تتعلمهم وبس ما تعمل غيرهم ليه لأنك خلص قررت قرار قاطع أنه بدك تشتغل فيه كذا أما زي ما الناس ببعتولي دايما بدي أشتغل تسويق إلكتروني ماذا أفعل يا سلام يعني هيك أنك عطيتني معلومات الدنيا كلها مجرد التفكير غلط طبعا شايفين هاي البلوكس اللي عطتكم إياها المثال وكذا طبعا في بلوكات أسفل هاي كبيرة جدا اللي هي إلها دخل بالتفكير إلها دخل بشخصيتك إلها دخل بمعرفتك في الأمور وكبي للناس الناجحين في كتير أمور بلوكات أساسية أنا ما حكيت عنها لكن أنا بتكلم عن اللي تعمله حاليا يعني اللي تعمله حاليا شوف أسلوبك مناسب إلك كله تمام أكتب بالضبط إيش بيحتاج من أساسيات ومهارات وبجت وخبرة وهي الأمور كلها وإذا مناسب إلك هاي المهارات تتعلمها اتعلمها وخلص وركز عليها وحيتطور بزنسك غير هيك لا ماشي؟ شكرا جدا على سؤالك وأتمنى أن أكون وفقت في إجابتك بشكل صحيح